حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة سمعت بالأمس أن الرئيس الفرنسي لا زال مصرا على رأيه أنه سيتابع حملة الرسوم المرسئة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وضحك بالفعل أنت تريد أن تحارب الإسلام أو تريد أن تخفض عدد المسلمين في بلدك يا أخي أعداد المسلمين بازدياد الذين يعتنقون الإسلام في أوروبا وأمريكا وفي كل مكان من العالم هم في ازدياد وقلنا ذلك حسب المعهد الذي تثق أنت وغيرك به معهد بيو ريسيرج الأمريكي ذي السمعة الحسنة والدقيقة ولديهم إحصائيات دقيقة يقولون إن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا فهذه الرسوم صدقوني تزيد المسلمين حبا لهذا النبي انظروا حملات مقاطعة حملات إلا رسول الله حملات الصلاة على النبي نسمع اسم النبي يتكرر كثيرا ودائما صلى الله عليه وسلم طيب يا أخي هذا ليس أسلوب لإبعاد المسلمين أو لنزع حب هذا النبي من قلوب المسلمين لأنه من تذوق محبة هذا النبي الكريم والله هذه متعة والسعادة لا يشعر بها إلا من ذاق حلاوتها لذلك أنا أقول للأحبة الذين يسألونني باستمرار ما هو رد الفعل الصحيح أنا أقول يا أحبتي الإسلام ينهى عن العنف أولا كل آيات الاستهزاء بالنبي يكون رد الفعل من قبل الله سبحانه وتعالى مباشرة لماذا؟ لأن القضية كبيرة وتتطلب تدخلا من القيادة العليا لاحظوا أيها الأحبة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما سلوك بشري أو رد فعل بشري حد من حدود الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب القتل عقوبته القتل القتل العمد كل هذا مطلوب رد فعل بشري قضية الاستهزاء بالنبي قضية كبرى لذلك تتطلب تدخلا مباشرا من الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون والله كل إنسان يستهزئ بهذا النبي سيحيق به العذاب في الدنيا قبل الآخرة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم إذن أحبتي أنا كإنسان مؤمن أحب هذا النبي ماذا أفعل صدقوني كل هذه الإجراءات التي يعني تشمل الفوضى وكذا وكذا كلها لا تعطي غير مطلوبة منك مسلمين يعني أنا كمؤمن لم يطلب الله مني أن يكون لدي رد فعل عني افتجاه الآخرين بل طلب مني أن أظهر معجزات هذا النبي يا أخي لا مشكلة أنتم تضعون صورة تصورون هذا النبي أنه إرهابي تمام لنضع صورة بالمقابل مكتوب عليها أحاديث تمثل رحمة النبي بمن خالفه تمثل رحمة هذا النبي الكريم بمن استهزأ به يعني انظروا انظروا إلى هذا الحديث العظيم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والله هذا حديث لا يصدر إلا من نبي كريم صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لماذا لا نروج لأحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ليعرف العالم حقيقة هذا النبي أنا لدي أكثر من مئة حديث طبعا هناك أكثر بكثير ولكن هذا ما استطعت أن أتحدث فيه كلها تتضمن معجزات علمية لم تكتشف إلا في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين ما رأيكم لماذا لا نعمل جميعا على إظهار الإعجاز العلمي في كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هذا هو رد الفعل المنطقي الذي يؤتي ثماره أيها الأحبة نحن لم نخلق لنكون فوضويين ولم نخلق لنكون عنيفين بل إن الله يأمرنا بالتسامح والعفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله ينبغي أن نركز هذا الإنسان يسيء للنبي نبحث لماذا هو يسيء للنبي لديه معلومة خاطئة في دماغه نصحح هذه المعلومة نظهر معجزات هذا النبي لذلك أنا أحب دائما أن أتحدث بالإعجاز العلمي في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله سأعطيكم حديثا غريبا جدا سأشرح لكم الحديث بلغة العصر قبل أن أقول هذا الحديث وكالة الجيولوجيا الأمريكية يو اس جي اس أشهر وكالة جيولوجيا في العالم حاليا ووكالة الفضاء ناسا واحدة تتعلق بعلوم الأرض والجيولوجيا والأخرى تبحث في الفضاء كلاهما متفق على أن الأرض تخضع باستمرار لومضات برق بمعدل كل ثانية هناك مئة ومضة برق في مكان ما من هذا العالم والصور الملتقطة بالقمر الصناعي أظهرت ذلك جليا دقيقوا أيها الأحبة في كل ثانية هناك مئة ومضة برق قد تحدث فوق البحار فوق المحيطات نحن الآن لا نشعر بها ولكن هي تحدث في هذه اللحظة يعني كل ثانية تمر هناك مئة ومضة برق ربما في جنوب أفريقيا ربما في المحيط الهندي في مكان ما على ظهر هذه الأرض وهذا باستمرار طيب هذه الومضات من البرق ماذا تعني؟ نحن نعلم أن ومضات البرق غالبا ما تترافق مع زخات من المطر لأن البرق يحتاج إلى غيوم يعني البرق لا يحدث في الهواء يحدث في الغيوم نتيجة يعني وجود تيارات كهربائية وجود سرعة محددة للرياح وجود شحنات كهربائية بكمية محددة تتشكل ومضة البرق بين الأرض وبين هذه الغيمة أو بين غيمة وأخرى وبالتالي هذه الومضات تدل على وجود مطر يعني إذا قلنا بالثانية مئة ومضة برق خلال ساعة يعني 3600 ثانية كم ومضة برق سنجد بحدود 360 ألف ومضة برق في الساعة إذن أيها الأحبة في كل ساعة هناك 360 ألف ومضة برق ومضات البرق هذه لابد أن بعضها ينزل مطرا لابد يعني أنا لدي في الساعة الواحدة 360 ألف ومضة برق فأكيد هناك أمطار في مكان ما على وجه هذه الأرض إذن دققوا معي أيها الأحبة أنا سأقول لكم الحقيقة العلمية باللغة التي تكتب بها ناسا مقالاتها ويو اس جي اس وكالة جولوجيا الأمريكية ثم سأقرأ عليكم الحديث النبوي ستلاحظون تطابقا مذهلا بالفعل الحقيقة العلمية تقول إن الأمطار لا تتوقف على مدى 24 ساعة حول الأرض ولكن تتوزع هذه الأمطار يعني طريقة توزع هذه الأمطار أو تصريف يتم تصريف هذه الأمطار عبر أماكن محددة حسب حالة الطقس وحالة درجات الحرارة والرطوبة والرياح وغير ذلك النتيجة أيها الأحبة يمكن أن نلخصها بكلمات قليلة تقول في كل ساعة لابد أن يكون هناك كمية من المطر تنزل في مكان ما من هذا العالم وهذا على مدار العام هذه هي الحقيقة العلمية الآن هل تعلمون حبيبكم كيف صاغ هذه الحقيقة العلمية بأسلوب لغة ورائع دققوا معي قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الحاكم ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا السماء تمطر فيها ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا السماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء صلى الله عليه وسلم يصرفه يعني يوزعه الله حيث يشاء هناك خرائط اليوم ترسم لتوزع الأمطار حول العالم طيب بالله عليكم يا من تستهزئون بهذا النبي هل هذا الكلام يصدر من إنسان تدعون أنه إرهابي هل هذا الكلام العلمي الرائع يصدر من إنسان وبخاصة في القرن السابع الميلادي من إنسان يتبع العنف أو الظلم أو الاستعباد أو هذا الكلام الفارغ الذي تروجون له هل هذا الكلام يصدر من إنسان يروج للأساطير كما تقولون أو تزعمون لا والله هذا الكلام لا يصدر إلا من إنسان معلم من قبل الخالق عز وجل كما وصفه الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن شاء الله قريبا سنلتقي في لقاء آخر في سلسلة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر